أفادت مراسلتنا بأن الطيران الإسرائيلي شنغارات عنيفة على أطراف بلدتي روم ورميش جنوبية لبنان هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع في بلدات لبنانية عدة وسط تحييق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط بدوره أعلن حزب الله عن استهداف موقع جل العلام وتجمع للجنود الإسرائيليين بثقنة يعرى للمزيد تنضم إلينا من مرجعيون جنوبية لبنان مرسلتنا دارين الحلوي ونطلع معك على آخر المستجدات دارين بعدما طال قصف عنيف عددا من البلدات اللبنانية في الجنوب هل حصل أي تطور خلال الساعات الماضية؟ نعم مشال الغرات التي شنت اليوم بشكل عليف طالت بلدات عدة كانت أكثر من ثماني غارات عنيفة جدا كما بيّنت الصور وأعتقد أنكم عرطموها قبل قليل طالت عدد من البلدات بينها كونين، يارون، رميش، أيضا برعشيد، جبل البلاط، حنين طبعا القصف كان عنيفا جدا المدفعي وطال أطراف بلدات عدة من القطاع الشرقي هناك مرتفعات كفرشوبة سقطت فيها قذائف مدفعية وقد سمع صوت رشقات نارية يرجح أنها كانت لتمشيط إحدى المناطق بالإضافة إلى القصف العنيف الذي استهدف أطراف بلدات عدة في القطاع الأوسط وأيضا في القطاع الغربي الطيران الحربي الإسرائيلي ميشال لا يغادر سماء لبنان وصلت اليوم الطائرات الحربية إلى أقصى الشمال وإلى أقصى شرق لبنان أيضا القصف المدفعي طال منازل في عيت الشعب وفي كفركلة لكن الأضرار اقتصرت على الماديات وهنا أشير إلى أن هذا التصعيد اليوم ترافق أيضا مع بيانين صدراء عن حزب الله تحدث فيهما عن عمليات نفذتها مجموعاته الأولى باتجاه موقع جل العلام ولكن التطور الكبير كان في العملية الثانية التي نفذتها طائرة مسيرة انقضاضية على موقع قيادة مستحدث في ثكنة بعرة أو يعرة عفوا الإسرائيلية وهي تقع في القطاع الغربي طبعا هذا الأمر لا شك أنه خلف خسائر في صفوف الجنود بحسب بيان حزب الله وبحسب أيضا المعلومات من الداخل الإسرائيلي التي تحدثت عن نقل عدد من الجنود الذين أصيبوا بهذه المسيرة لا شك هذا التطور سوف يحمل تصعيدا في الساعات المقبلة ولكن هذا التصعيد طبعا مرتبط بالكثير من العوامل والمعطيات ولكن لا شك المعطيات اليوم تؤشر إلى أن الأمور متجهة نحو مزيد من التدحرج شكرا دارين الحلوي مراسلتنا من بلدة مرجعيون في جنوب لبنان